اشتركوا في القناة أسد من اللفظ الأول لأن قوله في المدينة يغني عن قوله من غير سفر لكن ابن عباس رضي الله عنه ما سؤل ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز إذا كان في تركه حرج ومشق وأما إذا لم يكن هناك حرج ومشق فلا يجوز الجمع لأن الله قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والنبي صلى الله عليه وسلم وقّت الصلاوات الخمس وجعل لكل صلاة وقتا محددا بأوله وآخره لكن إذا كان إنسان يلحقه حرج كمريض يلحقه الحرج أو من به سلس البور أو المستحاضة أو الإنسان الذي أصابه نوم شديد جداً لا يستطيع مدافعته ويريد أن يجمع العشامة مثلاً إلى المغرب لأجل أن ينام أو أغل ذلك من الأمور التي ذكرها الفقه رحمه الله فإنه لا بأس بذلك المهم أن يكون هناك حرج ومشقة ومن ذلك الجمع لإدراث جماعة فلو فرض أن جماعة يعرفون أنهم إذا وصلوا البلد تفرقوا ولم يصلوا جماعة وأرادوا أن يجمعوا قبل التفرق فلا بأس والدليل على هذا أن الجمع في المطر في البلد الجمع في المطر في البلد المقصود منه إيش حصول الجماعة وإلا لا كان كل إنسان يذهب إلى أهله وإذا دخل وقت العشاء صلى في بيته لأنه معذور معذور بواسط المطر هنا انت فهمت الآن أن المقصود أن لا يحرج الأمور لا أن يبقى الباب مفتوحاً من شاء جمع ومن شاء لم يجمع يعني الجمع مربوط بالمشق نعم والحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر